المقاومة تؤكد من جديد أنها لن تتهاون في استهداف المدنيين ولا سيما أن الاحتلال بعد كل ضربة موجعة يطلقاها ولا سيما بعدما قامت المقاومة بثماني عمليات يوم أمس وكانت اثنين منها موجعة بشكل كبير للاحتلال سواء في استهداف تكنة برانيت أو حتى في استهداف تكنة اللي طلئة اليوم أو عفوا كريات شمونة اليوم المقاومة تجدد التأكيد أنها لن تتهاون في استهداف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة